وهي دي الرسائل أستاذ جبالي لأن الحقيقة يعني لو إحنا مش هنخرج من حفل ومناسبة زي كده برسائل إنسانية مؤثرة تأثر حتى في الارتقاب السلوك الرياضي يا جماعة اللي حاصل ده في مجماله النهاردة عشان تبقى الأمور واضحة شوية دي رسائل واضحة وصريحة أنه أي عمل يبقى فيه قدر من المسئولية والانضباطية ومراعاة المعايير الأخلاقية يبقى فيه نسبة نجاح بمعايير الإبداع هيلقى التكريم والحفاوة والاهتمام وعلى فكرة الرياضي هذه جايزة في التصويت على قيمة المسئولية إزاي تقدر ترتقي بسلوكك إزاي تقدر ترتقي بمسئولياتك إزاي تقدر ترتقي بأداءك إحنا نقدر فعلا كمجتمع رياضي وكساحة رياضية نقدر نتطور كتير نقدر نتخلص كتير جدا من شوائب اتكلم عليها الأستاذ محمود صبر وأستاذ جبالي الزهري أعاقت حركة الرياضة المصرية وأوقفت نموها لفترات طويلة جدا لمجرد أن احنا انشغلنا كتير جدا بكلام خارج عن الحدود بسلوكيات مرفوضة رياضيا بأداء إعلامي ينقص الكثير من الانضباطية شايفين العالم وصل لفين ندخلنا أطراف تانية يا سبراهيم معنا ندخلنا بدأنا أن أستدعي ناس تانية من برة تتكلم عن مشهد بتاعنا في منتهى الخطورة أمر أول مرة أشوف كده أول مرة أشوف حد يطلع يتكلم علينا وعلى الدورة بتاعنا وعلى مشاكلنا ويجي ويدخل يولع حرار ونصدر له بلوين يعني حاجة للأسف بقينا يتحوك والله نحن أكبر من كده يا جماعة خلي المنافسة في المنافسة وخلي اختلافك في وجهات النظر بنوع من المنطقية ما يصلش لمرحلة التجريح أنك نتعاوص دور على بطولة عنده جمهور بطولة زائفة هتدفع تمانا أبعى تعتقد أنك ستكون بمنأة وستهرب منها لا لن تهرب لأن هناك من يراقب ونبنا من يراقب جيد جدا وهتعرف إمتى تاخد وقت فأنا عاوز أقول لك إيه أننا يا جماعة بلدنا ما تستهل مننا أننا نروح في حتة حساب من كده نرتقب ونخلي المنافسة في حدودها خلاص الكورة كورة والرياضة والرياضة والعلاقات علاقات لكن تبقى لأنه إيه أنت بتربناش يتقدمه بصورة لكن أنت دولات مطلع لجيل كل ما ترفع في حتة تلقى بالمنظر تحصل أي مشكلة تنزل لك شوية صور بالمنظر تجد لاعب يعمل كده على حزاء وتبقى دي لقطة وتتحط على التشغلات وتقول لي أدب وأخلاق وأصوه هو ده الإبداع اللي أنت عايز عمرك ما توصل للإبداع بل بهذا المنطق لاعب اعتزل ليه أكثر من النهاردة من 45 سنة